السلام عليكم ورحمة الله كيفية فحص قاعدة الضيوضات أو الصمامات شرحت في الفيديو السابق طريقة فحص العضو الثابت ويظهر لكم رابط الشرح أعلى الفيديو وللاستكمال الشرح قلنا عند ضواران العضو المتحرك داخل العضو الثابت سيتولد مجال مغناطيسي من خلاله سينتج تيار متناوب في الملفات تخرج عبر هذه الأسلاك وهذه الأسلاك ستربط بهذه المداخل ليتم تحويلها إلى تيار مستمر من خلال هذه الضيوضات الموجودة هنا وتخرج عبر هذا البرغي الشحنة الموجبة وتذهب إلى موجبة البطارية لتتم عملية الشحنة إذن لنتعرف على طريقة فحصه بطريقة سهلة لتستفيد من ذلك إذن هذا هو حامل الضيوضات كما قلنا يتكون من ست ضيوضات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة منها سالبة واحد اثنان ثلاثة وثلاثة منها موجبة واحد اثنان ثلاثة لو قمنا بقلبها نلاحظ إنها تتكون من طبقتين طبقة تسمح فقط بخروج الشحنة السالبة وطبقة تسمح فقط بخروج الشحنة الموجبة طبعا عبر الضيوضات ويعزل بين هاتين طبقتين عازل ورقي هذا هو إذن لعملية الفحص سنستعمل طريقتين الفحص بجهاز الملتيمتر والفحص بلمبة الفحص وأنت اختار الذي يناسبك سنبدأ بجهاز الملتيمتر أولا نقوم بتشغيل الجهاز نضعه على صوت الجرس المجلس الأحمر نضعه على الأوم والأسود على الكوم وها هو لو لمسنا الطرفين يعطينا صوت جرس دلالة على إنه يعمل نأتي بحامل الضيوضات هذه هي المداخل الخاصة به ومخرج الشحنة الموجبة للبطارية نأتي بالمجلس الأحمر والأسود نضع المجلس الأسود على البرغي ونفحص بهذا الشكل هنا أعطانا قراءة هنا أعطانا صوت جرس احتمال يكون هذا المدخل فاسد هنا أعطانا قراءة وللتأكد نقوم بقلب الأقطاب هنا لم يعطينا قراءة هنا أعطانا صوت جرس هنا لم يعطينا قراءة يعني هذا المدخل فاسد أعطانا صوت بهذا الاتجاه وعند القلب كذلك يعطينا صوت بمعنى إن أحد الضيوضات الموجبة فاسدة ويلزمها تغيير لنقوم بفحص الضيوضات السالبة قلنا الشحنة السالبة تمر بهذا الاتجاه سنضع المجلس الأحمر على السطح ونلامس الضيوضات من المفروض يعطي قراءة ها هو أعطانا قراءة إذن هذا الضيوض يعطي قراءة وهو يمرر الشحنة السالبة ثم نمر للثاني يعطينا قراءة ثم الثالث يعطينا قراءة الآن سنعكس الأقطاب من المفروض لا يعطي أي قراءة ها هو لم يعطينا أي قراءة نمر للثاني لم يعطينا أي قراءة نمر للثالث لم يعطينا أي قراءة دلالة على أن حامل الضيوضات السالبة جيد لنقوم بفحص الضيوضات الموجبة إذن هذا هو الحامل الخاص بها نضع المجلس الأسود عليه بهذا الشكل سنحاول فحص الضيوضات من المفروض يعطينا قراءة ها هو أعطانا قراءة هنا صوت إذن هذا هو الفاسد وهنا أعطانا قراءة لقونا بالقلب هنا لم يعطي قراءة هنا أعطانا صوت جرس وهنا لم يعطي قراءة شاهدوا هنا أعطانا صوت وعند القلب يعطينا صوت دلالة على أن هذا الضيوض فاسد ويلزمه تغيير يتبقى لفحص هذا الضيوض هو الآخر سأضع المجلسات بين طرفه بهذا الشكل هنا لم يعطي أي قراءة أقوم بعملية القلب هنا يعطي قراءة بمعنى أن هذا الضيوض سليم هو الآخر ويعمل بشكل جيد يتبقى لهذا المخرج الأخير نضع عليه المجلس الأسود لأنه يخرج شحناء موجبة هذا المخرج يركب مباشرة مع منظم الجهل للبطارية نقوم بفحص المدخل الأول لا توجد قراءة المدخل الثاني لا توجد قراءة المدخل الثالث يوجد صوت دلالة على أن المدخل متصل مباشرة مع المخرج وهو سليم إذن بهذه الطريقة نقوم بفحصه بجهاز الملتي متر الآن لنقوم بفحصه بلمبة الفحص ثم تيار 12 فولت نقوم بتوصيل السالب مع لمبة الفحص ثم نجرب إذا كانت تشتغل وها هي اشتغلت الآن لنمر للفحص نضع طرف اللامبة السالب على البرغي والموجب نضعه على المدخل وها هو اشتغل نمر للثاني اشتغل نمر للثالث اشتغل نقوم بالقلب نضع الموجب على البرغي والسالب على المدخل هنا لم يشتغل هنا اشتغل دلالة على إنه فاسد وهنا لم يشتغل وهنا اشتغل ولو قمنا بالقلب يشتغل دلالة على إن هذا المدخل فاسد لنقوم بفحص الضيوضات السالبة الشحنة السالبة تمر بهذا الاتجاه سنضع الأحمر على حامل الضيوضات السالبة ثم نقوم بفحص الضيوضات السالبة يجب أن تشتغل اللامبة هنا اشتغلت هنا اشتغلت هنا اشتغلت ثم نعيد القلب نضع السالب على الجسم والموجب على الضيوض لا تشتغل لا تشتغل لا تشتغل دلالة على أن الضيوضات السالبة سليمة الآن لنقوم بفحص الضيوضات الموجبة سنضع سالب طرف اللامبة على الحامل والموجب نلامس به الضيوضات هنا اشتغلت هنا اشتغلت هنا اشتغلت لنقوم بعملية قلب الأسلاك الموجب على الحامل والسالب نفحص به هنا لم تشتغل هنا اشتغلت هنا لم تشتغل هنا اشتغلت وعند القلب تشتغل يعني عندما نقوم بالقلب وتشتغل مرة أخرى يعني إن هذا الضيوط فاسد ويلزمه تغيير يتبقى لي فحص هذا الضيوط هو الآخر بهذا الشكل لم تشتغل اللامبة نعيد القلب هنا اشتغلت دلالة على إن الضيوط سليم يتبقى لهذا المخرج نضع عليه طرف سالب اللامبة والأحمر على المدخل لم تشتغل لم تشتغل اشتغلت دلالة على إن هذا المدخل هو المتصل مباشرة مع هذا المخرج إذن هذا هو منظم الجهد يكون مركب بهذا الشكل ثم يتم تلحيمه فنتعرف على طريق فحصه بإذن الله أما بالنسبة للضيوط الفاسد فيمكن تغييره لكن معظم الكهربائيين عوض استبداله يطلب منك شراء حامل بالكامل لأنه ممكن لا تتوفر هذه الضيوطات سنقوم باستبدالها بهاته نأتي بثلاثة أو أربعة لنتحصل على نفس الأومية ونقوم بتلحيمها بشكل عادي أتمنى لكم الدعم للقناة بنشر الفيديوهات جمتم في رعاية الله وحفظه رعاية لكم توقف